أكدت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخاً باليستياً تكتيكي فيما تعهد الزعيم كيم جونج أون تعزيز القوة النووية للبلاد الذي أشرف على تجربة الإطلاق نحو بحر اليابان في إطار مهمة لتقييم دقة وموثوقية نظام ملاحة مستقل جديدة بحسب وكلة الأنباء المركزية الكورية الرسمية وزار كيم منشأة تصنيع معدات عسكرية ودعا إلى تعزيز القوة النووية بسرعة أكبر دون انقطاع ولا تردد مشيراً إلى أن أعضاء كوريا لن يجرؤوا على اللعب بالنار حين يشهدون على قدرات الدولة الحربية النووية وتأتي عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة بعد حل نظام مراقبة عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية وبرنامجها النووية نتيجة استخدام روسيا حق النقد في مجلس الأمن الدولي ترجمة نانسي قنقر